دمناه في الندوة الوطنية للعنف المدرسي التي نظمها الوزير السابق سيد بابا أحمد تمنين أن يتبنىها تتبنىها الوزارة لكن للأسف لم نلقى الاستجابة لذلك جئنا اليوم لنعرضه مرة ثانية للوزيرة الجديدة الكرة إذن في ملعب وزيرة التربية المطالبة بأخذ توصيات هيئة فران بعين الاعتبار وعدم تكرار سيناريو الوزير الأسبق بابا أحمد يخاضبون نوريا بن غبريت ويقولون لها في يدك مفاتيح فك أرغام العنف في الوسط المدرسي هذه الظاهرة ولدت سلوكات خطيرة تهدد بنصف استقرار المنظومة التربوية والمجتمع ككل والقادم سيكون أسوأ إن لم يحتضى للمتمدرسين بلغة الحوار في تنامي خطير جداً إصغاء للتلاميذ جيبوهم لازم نسمعوهم وهم يقدموا الحلول بنفوزهم نفكروا في مكانهم قاموا بمارسة العنف داخل المؤسسة التربوية نشوفهم أن أطفال ينتمون إلى أسر للأسف يعني أطفال معنفين هذه الأطفال التي يمارس عليهم العنف أو في جهة أخرى لحدوا أن هناك إهمال وبالتالي الطفل ليعرف الضوابط والممنوعات وبالتالي يكتسب ما يسمى بحرية المطلقة الأرقام مهولة كما يكشف عنها رئيس فورام تتحدث عن دور تلعبه التكنولوجيات الحديثة وإلعاب الفيديو وأسباب أخرى في تغذية العنف الذي أصبحت المدرسة الجزائرية مرآته العاكسة أعداد قياسية بـ 60 ألف حالة سنوية تقول بأنه 10% من هذا الأرقام تسمى يعني علف خطير يعني جسدي ورغم أن العنف قاضية قديمة إلا أن هواجس القامها دفعت قيادة الدارك الوطني إلى لعب دورها ووضع استراتيجية لمواجهتها إنشاء ثمان فرق لحماية الحداث في انتظار تعميمهم على 48 ولاية هذا الفرق طلقوا تكوين في الوسطة الاجتماعية كما يقولون إذا عرف سبب بطلة العجب فهل ستؤتي هذه النتوات والورشات والحابة عبر الجرائد وكاميرات وسائل الأعلام ثمارها في تفعيل فسيفسائي اقتراحات أخصائيين وأهل قطاع التربية من أجل اجتفاف ورم صامت يستشري حتى في جسد المنظومة التربوية والمدرسة التي تعتبر معيار تقدم الأمم والشعوب أو تخلفها